جيدا جميعا جميعا استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة حق النقد الفيتو ضد تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر برفع دعواء قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب أن 15 شخصا من منفذي هجمات الـ 11 من سبتمبر هم من السعودية وعلل أوباما باستخدامه الفيتو من أنه يضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي وتأثيره على حصانة الدول وشكل سابقة قضائية خطيرة فضلا عن المخاطر التي قد تلحق بموظفي الحكومة الأمريكية في الخارج ويتوقع يقوم الكونغرس بإبطال قرار أوباما في تجاوز الفيتو إن استطاع تجنيد أكثر من ثلثي الأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب وسيكون أول إلغاء لفيتو يستخدمه أوباما منذ توليه الرئاسة في 2009